أبو تميم شرف الدولة المعز بن باديس بن منصور الصنهاجي الحميري أهم ملوك الدولة الزيرية بأفريقية تولى الحكم وعمره ثمان سنوات بعد وفاة أبوه بسنة 406 للهجرة وكان الوصي عليه الإمام العلامة أبو الحسن بن أبو الرجال وكان هذا الإمام على مذهب الإمام مالك وكانت بلاد المغرب الدين بالولاء للدولة الفاطمية اللي هي على المذهب الإسماعيلي وكانت تدعيلهم بالمساجد وترفع راياتهم وكان مباح سب أهل السنة والجماعة وسب أصحاب رسول الله في المغرب فاستمال هذا الإمام الحاكم الجديد اللي هو المعز بن باديس استمالوا الأهل السنة والجماعة ورباه على المذهب المالكي ترجمة نانسي قنقر